رؤية عشرين ثلاثين واستراتيجيات والتشغيلية كانت أحد أهم الأوراق العلمية التي اطرحت في المؤتمر الدولي للهندسة الصناعية وإدارة العمليات في العاصمة واشنطن قدم بعض الباحثين السعوديين أبحاثا تناقش تطوير أداء المنظمات الغير ربحية ليكون عملها أكثر مؤسساتية حتى يكون تطوع نواة فاعلة في المجتمع وذلك ضمن برنامج تحسين نماط الحياة التي نصت عليها رؤية عشرين ثلاثين شاركنا بعدة أبحاث لتطوير المنظمات الغير بحية وكيف استفادتها باستخدام تطبيقات الجودة الشاملة لرفع الانتاجية ولتقليل الهدر ولنقلها إلى عمل احترافي يواكب رؤية المملكة عشرين ثلاثين وناقش المؤتمر الخطط التشغيلية للمنظمات والمؤسسات القائمة بشكل رئيس على عنصرية تنمية البشرية وتنويع مصادر الدخل وفتح آفاق تطوير جديدة في معايير الجودة وتحسين الأداء شارك في هذا المؤتمر باحثون من الجامعات والشركات من أكثر من ستين دولة حول العالم ناقشت التحديات والفرص لدعم الاقتصاد خاصة للدول المتطورة والناشئة كما استعرضت بعض الأوراق العلمية واقع الطاقة البديلة والفرص والتحديات التي تواجهها في منطقة دول الخليج العربي خصوصا كخطة الطاقة الشمسية التي شملت عليها الرؤية رؤية الكويت وكذلك رؤية السعودية 20-30 وكذلك رؤية الكويت 20-35 تدعم الطاقة المتجددة أمثال الخلايا الشمسية وكذلك المراوح الهوائية التي تهدف إلى تعزيز الطاقة الكهربائية وتقليل وقد العفوري المستخدم لتوليد الكهرباء المؤتمر حضره عدد كبير من خبراء وأساتذة الهندسة الصناعية وإدارة العمليات من 60 دولة حول العالم للإخبارية أحمد القرني واشنطن